حتى الآن نخطئم المشتقة والتكامل لذالة سين و الكوسين فرسمت لكم هذه الدارة على محور الصينات إلى اليمين أخذت كوسين X وإلى اليسار سالب كوسين X محور الصادات إلى الأعلى سين X وللأسفل سالب سين X حتى آخر المشتقة لكل دالة ستكون الحركة معتجها عقارب الساعة وإذا أريد التكامل ستكون الحركة عكس عقارب الساعة مثلا أنا عن دالة سين وأريد المشتقة 인olution هذاlair حركة معتجها عقارب الساعة وهي مشتقة الساين كوساين إذن مشتقة الساين هي كوساين X إذا أريد التكامل الدالة الساين تكون حركة حكس عقارب الساعة لاحظ تكامل الساين هو سالب كوساين X ناخد دالة الكوساين إذا أريد المشتقة مع اتجاه عقارب الساعة ينطيني سالب ساين X إذن مشتقة الكوساين هي سالب ساين X إذا أريد التكامل بالدالة الكوسين تكون حركتنا عكس عقابة الساعة لاحظ تكامل الكوسين هو ساين أكس